موسيقى 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 الشوكولة. مرحبا. 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 تفضل. دك شي اللي اللي سبحان الله اللي كي يكون في الدينماشي دينا. مزيان. دك شاش كيف كنقولو احنا ربي كي خلف وعود. الله يجعلها كما كي تقولوش هدية مدومة. يا ربي عمي. ان شاء الله يصدر بك. اذا نختي نذكروا الناس بالفوائد ديال البصلة. وحنا كنعرفو بانه البصلة لزيتو اللي ترتعليها. قبل اه يعني في العهد كنقرأ عليها مؤخرا. وكالقى بانه حتى الناس في في العهد ديال يعني كما كيتمو. كانوش دو داروا ديزيتود عليها في ديزيكل. ولقوا بانها يعني نبتة طبية قبل ما تكون غدائية. ونسينا احنا على المعلومة هدي. ومبقيناش كنديو بان البصلة عندها فوائد طبية عجيبة وعجيبة جدا. حتى المؤخرا عاد المدارس الجديدة. لما رجعت الانوتري تيرابي او التغذية العلاجية. عادوا لو كيشوفوا اي مادة مادة غدائية. اشنو هي المكونات ديالها اللي تقدر تكون صالحة لانلي اعادت البناء ديالجسم ديالانسان. وتبين بانها فعلا البصلة فيها من الفوائد الجد مهمة. واول هادي الفوائد اللي تكلمنا لها وهي الفلافونويد. والفلافونويد هم كتار اللي كاينين فيها. ولكن هن توقفوا على جوج ديال محطات اللي هم اساسين. لعننا لكارسيتين. وعننا لها اللي زون توسيان. الكارسيتين بوحدها راولة تقدر عليها دي كومبريمي لكتدخل الجسم ديال الانسان. وكتصحح ما يسمى. بالنس عندهم المشكل ديال. ديال. ولس كتعطال لهم الكارسيتين. ولا كارسيتين هي نفل بصلة. الالهيبرتنسيون. الناس عندهم الهيبرتنسيون كتعطال لهم الكارسيتين وهي نفل بصلة. الناس عندهم اسمته السكري طالع شيء لانما كتعطال لهم البصلة. لعلش لان غنية بلا كارسيتين. والناس اللي عندهم كدلك المشكل ديال. ديال الالتهابات في الجدار ديال اوريدة والشرائين. كتعطال لهم الكارسيتين. والناس اللي عندهم القبض. كتعطال. وهذا كل هم كما كيقولوا العامل المشترك اللي كيبنتهم وهي هاد المادة العجيبة ديال الكارسيتين. ولما كتشوفها كتقول تيان هاد تبارك الله هاد الخير كله موجود عندنا. ولكن احنا ما ما عطيناش الحق. لما كن عارفوش الكمية او الكيفية كيفاش ياخد الانسان. الانسان اللي كان مثلا تم اتخاذ كوم بخيمي اولادة لان اتخال علاج دوائي عارفة اللي خاصهم يتخادو بزفت الحوج. حنا مثلا في البصلة او لا غير البصلة دارو كي الناس اللي كي ياخدوها بخضراء يعني فيش لعضاء كي الناس اللي كي ياخدوها طيبة. وفي الغالب كتخد طيبة. هاد شي الاش ربما كتنقص. فاني لابغسي تاخد توصل ذيك الكمية اللي ربما كتوازن. خاصك تاخد كمية اللي هي اكتيرة. فهات شي الاش ربما. واليوم وف هاد المحطات هادو بحال هكاد اللي كتكون وسيلة. باش اننا نوصلوا المعلومة الحقيقية والعلمية الى كل من يهموه الامر. فقلت بان هاد الكيرسيتي اللي لعبت لها الدور. بل اكتر من ذلك لقوا بانها اه انتياليرجيك. وانتي انزماتيك. وانتيكونسير. هاد المادة فقط. وهاد المادة احنا الحمد لله موجود عندنا بتلقائية في البصلة. كانوا سمت الحلقة اللي دوزنا على سمتها على التوم. خلقتنا مشكل. هو ان البري ديالها بدك يطلع. الله يخليكم. من خلال هاد من هاد المين بار هذا. الرسالة دينا هو اننا كان نبغينا ننبهو الامة دي سيدنا محمد. على معرفة طريقة دي التعامل مع الواجبات الغدائية ديلهم. صح. ما تستغلوش انتم هاد الفرصة هادي. باش تقولو الدكتور احسين قال او لاش واحد او لاش او لاش اكس ولا يقريك قال. راه هاده مسؤولية. ورا لا اسمته ناس مساكن ما عارفينش دبا فاش بغو يتفقهو في الواجبات الغدائية ديلهم. ما تشي تستغلو الفرصة وتزيدو في الاتمينة. هاد شي لا يريدهن. احنا كيكونو عارفين الثامن ديالها. يعني معروف الثامن ديالها. فلاذا باش انا نستغلو فعلا. جسيد كيقول لي يا. سي احسين هاشنو درسيها شنو درسيها شنو. راه مشيت ناخد البرح. ولقيتو بان هادك الخمسين جرام اللي كتكن ناخدها بوحد الثامن. ها الثامن ديالها. وهات شي زي ما بدأ بحلا. اكد غيكون شي واحد من الناس اللي كبيعو التومة او لغيرة غيكون ضاميرو غيكون هذا. فالما يباعها لوحد غالي. ما ننشريهاش من عندو. مش نشريها من عند شي واحد اخر. اللي غيكون دير الثامن ديالها اللي هو معروف. اكد غنتفاداو اننا الانسان يبدأ يغلي. ما تشيش من عندو ما غيبدأ شي يغلي. فكنتمنى انو ما يستغلوش الفرص لانا فقط احنا كنقولو القيمة الغدائية ديال كل مادة اللي كندخلو احنا لدات ديالنا. صح. ولي ربما بعد مرات ما كنستفدوش منها لانا كندوزوها على العافية او لشي حاجة من هاد القبيل. دونك البصلة غنية كتير من المواد. صح. اه اشو هي المواد اخرى دائما في اطار التذكير. اشو هي المواد اخرى. اه. هم. لزون توسيان تا هما من من الفلفونويد اللي كينين كدلك في في البصلة. ولزون توسيان كيساعدو على اساس ان احنا الدورة الدموية عندنا فيها ديك الدم الحمر. وانا كدلك الدم الزرق. بهدي غيباش كنبسطول للناس اللي ما كيف رقوش ما بين هاد الامور هدي. الدم الحمر عندنا فيها المدخات هي اللي كتتحركو. يعني بحال ديك البومبات عاوتين دائما باش نكونو على قرب من من جميع من جميع الناس. وننبسطو لهم اللي اسمتو التفسير. ولكن الدم الزرق عندنا ما فيش مدخات او لما فيش بومبات اللي كيترجعو باش يخرج عبر المخارج العادية اللي عندنا في في الداتة دينا. الوخ هاد لهاد النوع التاني. باش الناس ما يسحبوش بلي راها. لا كولا. ما يسحبوش را بليل. لا لا. الزرق حنا غاها لحسن التفسير فقط يعني. كين الشرايين وكين الاوريدة. الشرايين كتجيب لنا الدم الحمر والاوريدة كتخرج لنا الدم الثاني. بحل بحل اسمتو القنوات اللي عندنا في الداتة كين عندنا اللي كين عندنا في الديور دينا كين القنوات ديال ماء الشرب وكين القنوات ديال صرف الصحي. هادك القنوات ديال ماء الشرب هو الدم اللي كنسميه الدم الحمر. والقنوات ديال صرف الصحي هو اللي كنسميه الدم الزرق. هادون هادك اللي فيه القنوات ديال الصرف الصحي اللي عندنا الدات ديالنا. ما فيهو مش كما كيقولو مدخات ما فيهو مش بومبات اللي غادي يحركو ويزيدو القدام. عشنو كيكونو كيكونو مواد غدائية اللي كتنفع العمليات ديال التسريح ديالهم. شنو هي هاد المواد متلا لزانتوسيان. لزانتوسيان ما بين المواد اللي جد جد مهمة في انها كتحرك هادوك النفايات اللي كتكون في الاوريدة في الدات ديالنا. هاد لزانتوسيان كذلك عنا في البصلة. وكذلك كينا في في الورق ديال العنب. وكذلك كينا في العنب. وكين في اسملتوف داك العظم ديال العنب. هادو كلهم في الوقات اللي كيكون مو إنسان عندو مشكل. فلا سيركولاسيون ديال الدم ديال لاوريدة كيzna الاطباء والمتخصصين في التغيادة كيشوفوا اشنو هي المواد اللي غنيع بلزانتوسيان باش كيوعطوها لهم باش كيسرحو لهم العمليات ديال التحريك ديال هاد الجانب الثاني ديال القانوات باش ما كيبقاش يشكل من بعد ذلك خطور على الجسم الانسان. وكذلك ما بالحواج الاخرى اللي قلنا اه كينا في التوم وهي الكبريت. والكبريت جد جد مهم. اه. يعني الجهاز تنفسي. في الوقت اللي كيكون تخنق. وفي الوقت اللي كيكون الانسان اه يعني ذاك شي اللي كي نفكر شو. ما بقوش الباريار. ولا كيدخل بدورة دموية. وكي كي يترصب في في الريئة. مع الوقت كيكون هناك احتقال. وهذاك الاحتقال كيدير شيء ما عسر ديال التنفس. نعم. وهذا العسر ديال التنفس لما كنناخد شي حاجة غيش عن السوفر كتحاول انها تعاون لبومة على اساس انهم يفرغوا ذاك التكدوس اللي كين فيهم. وهذاك اللي كينا فيهم. وهذاك الاحتقال اللي كين فيهم. وكتشوف الريئة مسكينها بداتك ترتاح. وبداتك تنفس. وكيما كيقول ولاتك تنفس الصعادة اللي بداتك تهرب لها شيئا ما. نعم. كي واش كنديرو لها? كنناخدو شوية ديال التوب مع مع البصلة مع كذلك الفجل وخاصة الفجل الكحل. هادو هاد تولاتي كي تم تولاتي. الفجل الكحل كنقلب الفجل. الفجل كيدة. لغادين واق. موجود هنا في. حل موف غاديل. لا لا فاش كتشوفو كيبالك بحل لك حل نيس. راه كين في في هاد المارشي ديال. لا دا هيك. موجود. موجود. دوك كتاخدو. فهو لما كتاخدو كذلك مع التوم ومع البصلة. ومع لغادين واق. كتحس بانا كين فعلا واحد الاريحية اللي كتولي تعيشها الريئة ديالنا. وكيولي الانسان يتنفس بوحد شكل عجيب وعجيب جدا. كذلك بالنسبة للكبدة. الكبدة قاعد الحواج اللي فيها الكبريت. كتعاون الكابيد على اساس انه كيتخفف عليه العبء. وكيرمي دوك النفاية اللي كين فيه عبر الكيلة. وكيخرج داك. ولما كتتطفى كذلك الكابيد. كيولي الجسم ديالانسان نشاط. فيه واحد نشاط واحد حيوية لا تتصور. فقط الكابيد. قلت فيه ما يزيد على خمسمائة شركة. هاد شركة لما كنخفو عليها العب. كتولي كتشتغل ودات كتولي كتحرك واحد الشكل عجيب وعجيب جدا. ثم اه كين اه في في المصلة مادة ديال لينولين. هاد المادة ديال لينولين وهذا واحد سكر معقد. سكر شيء انه ما طويل ويسعب علينا اننا. ايوة. يسعب علينا احنا يا اننا نهضموه. فكت هاد العملية هدي كتلعب عليها ميكروبات اللي عندنا في الدات ديالنا. هي اللي كتهضم هادك هادك النوع ديال السكريات. ولكن ما شيء اي نوع ديال الميكروبات كيكبر عليه. فقط الميكروبات النافعة. وهديك الميكروبات النافعة كل ما تزاد العدد ديالها كل ما انا كيتزاد عندي ما يسمى بالعملية الهضم والعملية ديال الانتصاص. وكذلك الوقاية وكارفع المناعة فقط بهاد الينولين اللي كينا في البصلة. وسبح الله الميكروبات الاخرى لما كتكبر الميكروبات النافعة. الميكروبات النافعة كتحاول تضحر وكتجري على الميكروبات الدارة. وهنا كيولي البصلة كنقدر نسميه باللغة العلمية سيتام بري بيوتيك. اللي كتعاون البرو بيوتيك انه يكبر. ومن خلال الى كان البرو بيوتيك يكبر من خلال المكونات ديال البصلة كتولي ام بري بيوتيك.